كما قال الله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يعني غار ثور إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لأن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى المشركين واقفين عند الباب قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فعند ذلك اطمعنا أبو بكر رضي الله عنه وهذا ما سجله الله في هذه الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فالرسول صلى الله عليه وسلم منصور نصره الله ونصره الله بالملائكة ونصره الله بعباده المؤمنين من حوله من المهاجرين والأنصار ترجمة نانسي قنقر